السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حبيبي وحشتوني جدا والله بجد وحشتوني جدا 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 حاسة ان انا بقالي كتير جدا ما عملتش معاكم فيديو ده بسبب تقريبا ان انا عشان يعني اخدت اجازة يومين ولا حاجة حسيت ان انا فعلا بقالي كتير بسبب الولاد والمتحانات بصراحة فعذروني جدا والله بجد انا عارفة ان انتوا اكيد هتقدروا الوقت والديق الوقت اللي احنا فيه فالحمد لله ربنا يعديها على خير يا رب كده ويكمل الاسبوع ده على خير يا رب العالمين المهم بقى احنا طبعا الصبح بدري انا في البيت انا ومروان ومسك مسا هي اللي كانت في المدرسة اه راحت اه المدرسة هي كانت الاسبوع اللي فات ده كله عندها امتحانات هي جونيور تو يعني تانية بتدائي انا عارفة طبعا ان رسميا مفيش امتحانات للمراحل دي بس يعني المدرسة عندنا بتحب تعمل تقييمات في اخر الترم اه وفيه ناس ممكن ما تحترهاش عادي يعني لو ما حد لو ما حدش حضارها بيبقى بياخدوا بتقييمات اللي بتتعمل على مدار الترم كله بس بصراحة محدش بيجي له قلبه ما يحضرهاش فهميني ازاي بقوا اولا عشان الولاد تتعود على موضوع الامتحانات والوزير كده كده لغيها وصراحة يعني مفيش لودة على الولاد في الموضوع بتاع امتحان اخر السنة ده اه مش رسمي يعني بس لا يعني احنا بنحب نودي الولاد عشان ياخدوا على الموضوع ويتعودوا عنه هما بيعودوا في مكان ولجنة وكل واحد بيت عن التاني وبنحل الواحدينة المدارسة ساعات بتدخل مش ساعات وعلى طول بتدخل تقرى لهم الورقة الامتحان بس يعني عشان ياخدوا على جو الامتحانات والحاجات دي احنا وحنا صغيرين كنا بنمتحن من اول الحضانة عادي فالمهم يعني عشان الناس كتير سألتني ايه هو اللي في مدارس لسه اه هو بصراحة احنا بنودي يعني انا عن نفسي بودي لان مروان اه الاسبوع ده اه امتحانات بس الاسبوع اللي فات واللي هو بوائي الاسبوع بتاع العيد. آآ كانت المدارس شغال عادي المفروض. فالناس كتير بتغيب ده عشان هما رغبتهم كده عادي يعني طبعا هما كل رحت براحته. بس انا كنت بودي ليه الولاد لما بيعودوا اجازة في البيت. يعني مروان لو انا كنت اعادته على الاساس بها ان ده افضل وان هو يعود يزاكر بصراحة ما بنعملش حاجة. يعني بياخد راحته في النوم. بيسحالي متأخر. آآ لو عنده درس الوقت بيضيع جدا قبل الدرس وبعد الدرس لو هو حيروح لها المدرسة او هي حتجي له حتى برضو بنضيع وقت. آآ بياخد راحة بعد الدرس اصلي لسه اصلي تعبان اصلي صدوع. اصلي مش مركز. اصلي لأ عايز اخد بريك. فبنضيع وقت في كلام كتير وايه فاهمين انتو. فلما يروح المدرسة على الاقل لو ما عملش حاجة في اليوم ومجرد بس راح المدرسة على الاقل في مدرسة او مدرستين او تلاتة حيشرحوا له اي حاجة او حيرجعوا. بيدوم وبيراجعوا. فده بالنسبة لي احسن من قعدته في البيت. عشان كده بس انا كنت حريصة ان انا اودي لحد اخر يوم في المدرسة. واغلبية زميله زي يعني مش انا بس اللي وديت مسلا او كده. المدرسة عندنا كانت بصراحة مهتمية ان الولاد تروح عادي. واللي بيغيب بيغيب على مزاجه. فدي نقطة حبيت اوضحها لكم. وبالنسبة ل مسلا نفس الكلام على فكرة برضو وديتها لان كان عندها امتحانات الاسبوع اللي فات. وبقيت اسبوع العيد اللي هو الاربع والخميس برضو وديتها كانت بتراجع. فانا بالنسبة لي اه مروح للمدرسة احسن من قادة البيت. انا عايز اقول لكم ان هما لو قروا لي المدرس وانستمر لي لحد الصيف انا حاودي. لان القعدة في البيت بجد تخلي الولاد متضايقين ومش لقين حاجة يعملوها اه بيمسكوا في بعض اه يعني اللي هو اختلافه خلاص لان غير بقى ان احنا بنعاني اشد المعاناة في الرجوع للمدرسة السنة الجديدة. اللي هو بقى الولاد قعدت اجازة طويلة جدا جدا. تيجي بقى تهيئهم لدخول ترمي جديد. وانا هما شغلوهم اخوهم بيبقى صعب قوي بقى. ياخدوا وقت كبير على ما يبدأوا يستعيدوا آآ مود المذاكرة. او مود الواجب او مود الامتحانات او مود الالتزام. اللي عنده معلومة بيكون نساها. فبصراحة بتبقى متعبة جدا يعني. صار الحمد لله على كل حرب بنا يكتب لهم الخير اهم حاجة. فانا انا الشرط. بصراحة كنت كل شوية دخلت على على مسك عشان بخاف عليها طقع من ايماعة سرير. فحط لها مخدات وكل حاجة بس برضو. يعني في اطفال بتتخطى المرتبة آآ بتتخطى المخدات او نطة. فبقيت كل شوية بحاول اسمعها. ودخلت هنا عاطف البلاكونة بقى بصراحة الجو كان حلوة قوي قوي قوي. اسكندرية على فكرة حد دوقتي الجو متقلب جدا جدا. يعني انا في يومين اللي هما الاربعة والخميسة اللي فاتوا دول كان الجو حر قوي. اليوم اللي انا ما تصور فيه ده لما جاب ظهر علينا الجو كان حر جدا. شمس مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. ودرجة الحر نفسها كانت مرتفعة. فهي كانت حاملة زي ايه موجة حر ومشت. بس بصراحة الجو قبلها. والجو بعد اليوم ده لأ لسه ساعة. ده حتى جات لنا نوى يوم الخميس. مش نوى. انا مش عارفة هي نوى ولا لأ. بس درجات الحر انخفضت جدا. رياح كانت شديدة جدا. مش قادرة اقول لكم كانت عاملة ازاي. لك احزيت ان احنا رجعنا في فطوبة حاجة زي كده. بس ما كانش شي تاو ما كانش مطر. كان هوا بس. وهوا شديد 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 بصراحة. فانا على حد دلوقتي قيلة لان الحمد لله يعني صيفناش خالص خالص في البيت. محدش عندنا في البيت صيف. هو تقريبا اسكندرية التربعة لسه ما صيفش. معين والله بشوف ناس بتلبس نص كم وصيفت. بس فعلا الجولة ما ينفعش. انا نفسي كان زوري بجاعني الفترة اللي فاتت وكنت تعبانة. وكحة مش عارف تحت زوري على طول. المهم يعني هو الجولة لسه صعب عندنا في اسكندرية شوية. فاللي بيخفف بيعية. فاخدوا بالكم من النقطة دي بجد والله فعلا التقالبات الجو مليانة امراض ومليانة يعني بتخلي الانسان مناعته ضعيفة في الوقت ده بالذات. وبالذات احنا دخلين على الامتحانات يعني فربنا يا عافي ولدنا من اي شر يا رب. المهمة بقى انا هنا فتحت دي بقى آآ مسك صحيت ومروان كمان. فمسك لحقتها. وانا دخل البلكون انا دخل من البلكونة وبقى فيها ورايا. وماشي في الطرقة خلاص دخل المطبخ سمعتها بتعيط. اللي هو صحيت. واول ما دخلت عليها القودة لقيتها كانت لسه ها هتاخد القرار بالنط من على السرير. فلحقتها الحمد لله يعني الواحد بيبقى مرعوب مرعوب من حتة الاطفال اللي بتوع من على السرير. ربنا يا ربي عافيهم مع اني انا عندي سرير ليها آآ ممكن احطه لها على الارض. بس عشان هي بتبقى نايمة جنبي اصلا طول الليل فلما بصحى الصبح ما بقدرش اشيلها وحطها على سريرها في الارض لان هتقلق. وانا الصبح ده ببقى عايز انزل اوادي الواد للمدرسة وهي نايمة عشان ما خدهاش معايا بتاخد لطشة هوا ولا حاجة. الصبح بدري خلي بالك والله في اسكندرية الجو فعلا صعب. الصبح بدري لطشة هوا ساعة جدا. انا بتقل قوي الصبح وانا نازلة. آآ اوقف الولاد مستانين الاوتوبيس مسلا نفسها كانت بدقف بتترعش. والله فعلا الهواء كان بيبقى سائع وهو مش هوا رياح جامدة بس الهواء درجة حرارته منخفضة قوي. فيعني الاطفال ربنا يعينها والله فعلا على الجو ده وعلى النزول في في الامتحانات. فربنا يا ربي فرحنا بيهم كده وينجحهم على خير. بس عايز اقول لكم بقى على حاجة مهمة جدا جدا. انا بتكلمكم النهاردة طبعا بعملكم الادة على الفيديو ومروان بدأ امتحانات. فعايز انا انصح اي ام ولادها دخلين على ربعة او خمسة يعني سنة ربعة او سنة خمسة ابدأي معام نصيف. ان شاء الله معلومين تلاتة من كل مادة. حاولي على قد ما تقداري حتى لو بصورة معلومات عامة. يمكن انا قلت لكم الكلام ده السنة اللي فاتت لما مرون كان في سنة ربعة. ولما خلصها قلت لكم نفس الكلام. بصراحة الموضوع محتاج تمهيد. تمهيد. وعشان اي ترم الاولاني او التاني بيبقى قصير جدا. خلاص كده. ربنا يا رب ينجح ولادنا يا رب ويوفقهم في كل مراحلهم الدراسية. المهم بقى بصوا انا جايلي آآ كسوة مراتب حواليها لكم. اللي هي بتبقى هي ما سماش كسوة مراتب هي كفر مرتبة او كسوة هي نفس معنا يعني. آآ بصوا بصراحة التلاتة دول آآ مقسات مختلفة للسرار اللي عندي. مروان آآ وماسة نفس المقاس اللي هو متر وعشرين. وغرفة النوم بتاعتي الكبيرة. فالكسوة دي في منها مقاسات. هكتب لكم طبعا سيب لكم الجروب اللي جالي منه الكسوات دي. شادر اقول لكم حلوة ازاي? نحاوليكم دلوقتي تجربة عملية لاستخدامها. جايلي من عند مدام عائشة. تخيلوا بقى اسمها والله فعلا ربنا يبرك لها يا رب في اولادها. وتشوفهم في احسن حال. فالمهم هي آآ جابت لي التلاتة دول. هي صممت تجيب لي للسرار اللي عندي كلها بالعدد. والله رغم اني قلت لها كفاية واحد عايزة. ايكي لأ احبعت لك للسرار فبصراحة الخامة حلوة قوي. انا النهاردة جربتهم على سرير الماسة وسرير غرفتي انا. لان مراوان آآ ما كانش عايز يغير بتاعه. وقال لي انا لسه مغير الملاية ومش عايز اغيرها تاني. فانسبته زي ما امبرحته. غيرت الماسة بس عشان خلاص بقى ده اخر يوم في انتحانات عندها. وآآ حبيت انها ترجع كده تلاقيني مغيرها لغرفة وفرشها لها حلو ومش عارف ايه. لان انا كمان لسه حانزل اجيبها بنفسي. هروح المدرسة اجيبها عشان ما تضطرش تستنى الباص هيجيبها الساعة اتنين او اتنين ونص. فعشان ما تقعدش كل ده بتعملش حاجة يعني. المهم بقى انا كنت يعني بص عايزة انجز بسرعة لاني عايزة انزل بدري. المفروض كنت بقى عندما يسس ساعة عشرة ونص الصبح. لانه اللي امتحانة عندها كان آآ كان مادة واحدة. كان مادة واحدة. وحيخلص الساعة عشرة ونص. فانا بصراحة مش عايزة اتقعد زي ما قلتلكم كده فقلت حانزل بدري بسرعة خلص الوراية. وبسرعة كده غيرت الميليات وعملت كل حاجة في البيت سريعة جدا حتى الغسيل اللي انت شفته برا ده كان متراكم بقاله كزا يوم. قعدت طبقته كله وعشان بس ما صحيش حد من الولاد اشتغلت بعد ما هم صحيه من النوم وانجزت كده سريعا سريعا. بصوا انا عايزة وريكم الكفرات. انا فتحت بتاع ماسة اهو. ده مقاس مية وعشرين سنتي. عندها من اول مقاسات المتر. لحد بقى المقاسات الخاصة كانان. يعني لو عندك سرير اتنين متر في اتنين متر هتلاقي له كفر. بس الحاجات دي بتتعمل عمولة او بالطلب. الحاجات المقاسات الخاصة بتتعمل عمولة. لكن المقاسات الستاندرد اللي هي زي مقاس سرير اطفال. مقاس سرير كبير متر ستين. متر الوان. كل الالوان بمعنى الكلمة. ده الظهر الووتر بروف. يبقى بصه زي الجلد او المشمع. بس طبعا مش المزعج في الصوت. كمان هو دا يرميدور الكفر كله. الاستيك. الاستيك العريضة الابيضة اللي انتشوفته معي دلوقت. فحيمسك على المرتبة مسكة حلوة جدا. ايا كان ارتفاعها ايه? حتى لو عندك المراتب القطن العادية اللي بتتنجد عند المناجد هتنفعها. عندك المراتب تصصت ايا مركتها برضو هتنفعها. اختلاف الالوان ده برضو بيبقى على حسب زوء كل واحد بقى. انا بصراحة اخترت المسأل بينك ده لان كل ملاياتها تقريبا لونها بمبي. سواء بقى السادة او المشجر. فمش حيضايقني خالص ان هو لونه بينك من تحت. عادي خالص. مروان جبت له اللبني اللي انت شفته. اخر في اتنمي انا هتشوف اللون بتاعها. شايفين الارتفاع بتاع المرتبة. المرتبة دي ارتفاع تلاتين سنتي. فالكفر جاي على تفضل. كل الكفرات عندها نفس الارتفاع ده. ما هوش مخصوص عشاني انا معمول يعني عشان ارتفاع عندي تلاتين سنتي. لا هو اي كفر عندها ارتفاعه تلاتين سنتي. فحيلبس معاك المراتب حلو جدا. طبعا البشكير خامته حلوة قوي. حواريكم بعد الوقت اختباره بروف عاملة ازاي بصراحة حلوة جدا جدا. يعني هيبقى عملي. زي ما انت شايفين الكفر مش لونه مش مأثر على لون المرتبة النهائي او على لون الملاية قصدي. هنا انا فرشت بتاعي على السرير. بص بقى فرشت هنا الكفر بتاعي انا. بتاع غرفة النوم يعني. بصوا نفس الوبرة. اهو. هو باين في الكاميرا ان هو لونه سيمون. لكن هو لا مش سيمون فاتح كده هو اغمأ سنة بسيطة. اه ما بين الجمالي وما بين الاورنج الغامق المقفول مش الاورنج الفائع. تمام? اهو هو برضو نفس التلبيس بتاع المرتبة التانية. برضو بيغطش ارتفاع المرتبة حتى لو هي اقل من تلاتين سنتي اكيد هيغطيها لان دي تلاتين. بالزبط. عايزة ببريكم الاختبار بتاع المية اللي هو يعني عشان الناس تبقى فاهمة كويس ازاي بيبقى ووتر بروف. ما بيصربش المية او السوايل لو وقعت على المرتبة يعني ما توصلش للمرتبة. تمام? يبقى الكفر حميها. هجيب دلوقتي بخاخ المية بس واجلكم. مرة انا قال لي لأ ما بخيش ببخاخ بخي. اتلقي مية على طول. فده مية اهي نص كوباية مسلا. وهي هكوبها طبعا على الجزء معين عشان مسلا ايه? عشان بس الكفر يلحقين شفت? تمام? هاتي موروه مناديل كده. شغال الكوباية هنا? وراك والله انت عدت عليها. ايه. خلينا نخط مناديل نشفق اهو. هنحطهم تحت المرتبة. بشوف الاعلانات الصيني بيعملوا كده. صح? بجازة بيحط واحد? طب عشان نبقى محترفين زي السنين. منديل اهو نشف خالص. هحطه تحت كفر. اهو عريت المرتبة من جنب. وهحط المنديل. اهو مش عايز احطها في نصف المرتبة عشان تلحقتين شف. او يعني تبقى بعيدة على الاستخدام. اهو وهلبس المرتبة تاني. امسك كده موروه معلش كوباية. هقفكرة مكانها? اهو اهو. هين? اهو تعالي بقى نصب المية. جت هنا صح يا موروه? بس كده. اهو شايفين المية بتجري ازاي? بتجري وبتشرب جوه البشكير. هو طبعا عشان ما فيش يعني ارتفاع للبشكير عالي زي الفوت هو بشكير اه بس الوبرة بتاعته اهي بتوزع المية عادي على اللي جنبها كله. تمام? اهو سمعين صوت المية? نعم. اه عشان ما تشربتش في حتة هي موجودة لسه المية في مكانها. طيب ماشي. تعالوا بقى نفتح كده وراء المرتبة نشوفها. اهو. المنديل. هم بينفخوا في المنديل عشان يتسير. المنديل تلع نضيف اهو ناشف خالص. ماش زي وصيبتهم. اهو. شايفينها? ناشفة. انا عاوريكو كمان ضهرها. ضهر نفسه ناشف خالص. اهو. يعني بص انا لو حطيت عليه المنديل. ومسحته. المنديل ناشف. فده الووتربروف اللي الناس كتير ما بتبقاش وصل لها الفكرة. هل فعلا? يعني كلمة الناس فاهمها. لكن بيتبقى برضو عايزة تستوعب. هل ما بيبلش المرتبة من تحته? مهما كبنة مية? مهما تبل? مهما الولاد وقعوا حاجات عصير? ايا كان السوايل ايه? فهي لأ ما شاء الله يعني بصوا ما بتنزلش السوايل تحتها خالص اهي. شرابيتها كلها طبعا انا دلوقتي حعمل لها بالمكوى عشان بس تنشف. وممكن كمان اشلها لان احنا لسه مش حنام دلوقتي احنا الصبح بادر يعني. فممكن انا سيبها تنشف على البلكونة ولحد اخر اليوم. ركبت دي في المكنسة الكهرباء دي بتشفط المية. من يعني الكنب والمفروشات السرائر الحاجات دي. ورا انا شغل المكنسة نفسها. هشفط بقى المية انا واسيبها تنشف بقى مع نفسها. بصراحة المكوى هتنشف معي الكوفر كويس بس انا حبيت اختار المكنسة. افتكرت بقى ان انا ممكن اشفط بيها المية زيادة. عشان تنشف اسرع. فبصراحة شفطت حلو جدا. طبعا انتي في البيت مش مضطرة خالص ان انتي تعملي الاختبار ده نهائي هي يعني باينة جدا لاي حد هيمسك الخامة. هيعرف ان هي ضد المية او مش مثربة للمية. انا هنا بوريكم ايدي من الدية. يعني هي المكنسة عندي بتشفط المية لكن مش بتنشف مية في المية. فايدي كانت من الدية مية يعني مطرح بس اه ما كبت المية على المرتبة. وسبتها كده شويتين وبعد كده فرشت الميلية على طول يعني مش مستدعية ان انا اسيبها يوم بحالو او حاجة زي جدا. المهم بقى نزلنا على طول بصراحة كنت مستعجلة عايزة انزل عشان الحق ماسة. يعني اه زي قلتلكم كده كان مفروضة اوصلها عشو نص سنة اخرت عليها شوية. حقول لكم ليه بقى? هي عندها حفلة تخلص الساعة اتنين. انا بصراحة الحفلة دي ما اشتركت لهاش فيها. لان السنة اللي فاتت اشتركت المسا ومروان. وكمان كان في حضور لولياء الامور. ولما روحنا احنا روحنا كلنا وكانت حفلة مش قادرة لكم كبيرة ازاي وكانوا اه جايبين بقى الالعاب المططية اللي هي بتتأجر كده بتبقى ضخمة جدا جدا لان المدرسة عندنا ما شاء الله مساحية تواسعة جدا جدا. ففي مكان يتحط فيها العاب بقى باحجام. الولاد اولا اخدوا ضربة شمس. انا كمان خدت ضربة شمس. لو تفتكروا السنة اللي فاتت قبل رمضان على طول كده. المدرسة عملت نفس الحفلة. وعينا كلنا بصراحة يعني. مش احنا كلنا ده كل اللي حضر الحفلة. زي ما يلهب وهليهم بكل اللي حضر. بصراحة كلنا تعبنا. بسبب ضربة الشمس بسبب تغيرات الجوية. يعني الولاد لعبوا وجاروا وعرقوا وهوى طبعا ولسه الدنيا ما كانتش حر قوي. الولاد رجعت متضمارة بصراحة. عادنا كام يوم كده في البيت ومسجر مروان كمان جاء لهم ترجيعوا. يعني مضاعفات جندة جدا. انا من يومها عاهدت نفسي ان الحفلة دي مش هروحها تاني ومش هوادي الولاد فيها تاني لان طويلة قوي. ومهلكة جدا جدا للصحة. فانا من يومها قلت لا مش هروحها. وقلت المساة يعني ساعتها كنا احنا عارفين بمعادة الحفلة قبل العيد. عشان كده نفس حتم في العيد وكانت دي بدل دي. فقلت لها ما تقلقيش اليوم بتاع الحفلة ده. انا حاجي اخدك بعد اخر امتحانة على طول. وحنروح على طول. وهي نفسها اصلا كانت ان انا اخدها يوم من المدرسة. انا بصراحة بيبقى صعب علي ان انا اروح اخدها من المدرسة. يعني شايفة ان ما فيش داعي بس بياخدها من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت. فقلت لها خلاص المرة دي حاجي اخدك. ما فيش مشكلة. لانها نفسها اختها تجيلها المدرسة. معرفش ايه الميزة بس. احنا رحنا ولبنا لها طلابها. ويمسك خدتها معي وراحت انا امروان اخدنا مسا من المدرسة وروحنا على طول. فاللي ما حضرش الحفلة بقى المدرسة كانت عملالهم كلاس كده لوحدهم. مجمع فيه الاطفال اللي ما حضرش الحفلة. وبيشغلو لهم موفي بقى على تلفزيون. بيدوهم دوم ورق اه تلوين والوان. وكانوا لسه حيلوينه. وانا بقى الحمد لله رحت اخدت مسا قبل ما تبدأ تزهق يعني. المهم روحنا على البيت. قلت عمل غدا بصراحة سريع. انا يعني ايه اسبوع مسا بتاع الامتحانات ده. يعني برضو اخد من طقتي وسحتي. غير ان انا با كنت اتعبانة وزوري وجاني. وكان عندي بسيط من الكحة كده. فقلت بقى حعمل غدا سريعا. عشان برضو انا مروحها. الجو بقى كان بدأ يشتد في الحر زي ما قلت لكم اليوم ده كان الحر. كانت موجة حرة كده وعدت. وبعدها سبحان الله موجة ساعة جدا وعدت برضو. الحمد لله دلوقتي الجو مستقر. ما هواش حر وما هواش ساعة. فالمهم كنت جايبة معي بتنجان. جبت اتنين بتنجانة كده. اشرتهم وحقليهم. بصوا انا حقولكم على حاجة بها من ناحية القلي. يعني انا دلوقتي حقلي الاكل كله. في القلي الزيت ومشي القلاية. آآ في حاجة بصراح انا مش عارفة بتحصل معينا ولا لأ يعني انا بس ولا لأ. ان انا كل فترة بحب اكل الاكل المقلي. مع عرفش بحنله كده وبحس ان انا فعلا محتاجة اكل الاكل المقلي. آآ فبخليها مرة في الشهر مسلا. او مرتين بالكتير قوي. لان في اكلات معينة خلاص مبقتش عارفة استطعمها في القلاية زي الفلافل. الفلافل اجربتها كتير في القلاية بكزا طريقة. بقيت احباها في يعني خلاص. هي بصراحة طعمها الحلو وهي مقلية. البتنجان طبعا وهو مقلي احلى برضو من القلاية. القلاية انا بحب طعمه كعبات صغيرة وحمره في القلاية بيبقى تحفة. بس المرة دي انا كنت عايز اكله حلقات. لان انا بعمل حاجة حلوة كده في البتنجان ما عارفش محدش بيحبها غيري ان انا بعدا ما قلي البتنجان آآ في الزيت يعني بحب اهرسه. اهرسه بضهر الشوكة. مش 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 افرمه يعني فارم نعم لا اهرسه بضهر الشوكة. واحط عليه الخلطة بتاعته واكله بتنجان مقليه كده بالخلطة بس مهروس. ام مش عارفة ليه محدش بيحبها زي كده بس انا في صراحة بحبه كده قوي. فلما بحطه في القلاية الهوائية ما بيطلعش طاري كده وجوسي. بيبقى ناشف ومسك نفسه شوية. فيدوب بحط عليه الخلطة ويتاكل زي ما هو مكعبات ما ما بيدينيش فرصة هرسه. فانا قطعته عادي خالص زي ما انتو شفته كده حطيت عليه رشة ملح وسايبها على جنب. كنت عندي بنين نص كيلو كده تقريبا آآ متقطع عادي فحتبله دلوقت. وكمان محضرة بطاطس عمل بطاطس محمرة. البطيخة دي بقى جبناها واحنا تحت آآ من عند الفكهاني. كنت بجيب البتنجان ولقيت عنده بطيخ. احنا طبعا شايفين البطيخ بقى لنا فترة. ومرون ومسا كل ما يشوفوه نفسينا في بطيخ. عايزين من الشتاء بيشوفوه طريق الصحراوي. ويجوا يقولولي في عربية بطيخ واقفة. اقول لهم يا جماعة ده مش آآ يعني ما بلاش ده كل فاكهة مش في موسمها بالذات البطيخ يعني. فلما طالع بقى اتلاحوا علينا كتير نجيبه فانا قلت لهم ماشي خلاص هجيب واحدة بس انا بصراحة بيني وبينكوا ايام امتحانات ما بحبش اجازف بالبطيخ بالذات والخخ والحاجات دي. انتو عارفين احسين احيانا بتعمل نزلات ومعاوية وكده. بس بصراحة قلت هجيب وجرب وجبت واحدة صغيرة. بس تلعت طحفة. يعني الراجل فتحها عنده في المحل. لما شمتها اكت بقى اول مرة في الموسم ده اشم البطيخ مش قادر اقول لكم ريحته كانت وحشاني ازاي. انا حسيت كده ان انا اخدت نفس جديد لو ما شميت ريحت البطيخ. فالحمد الله البطيخة كانت كويسة جدا جدا. بس مش عارفة بقى هل ده معانا ان الموسم كله حلوة ولا لا? فالله اعلم يعني. المهم بخاف ليه انا من الفكهة في بداية الموسم بالذات الخخ والبطيخ بيبقوا مرشو شين. بيبقى عليهم كيماوي او مبيدات. والكيماوي بالذات بيخليهم ينضجوا بسرعة قبل اوانهم. فانا ما بحبش بقى اجيبهم عشان النزلات المعوية وبتسبب بقى حاجات تانية وكده يعني فبحاول ابعد عنها على قد مقدر. بس قلت يعني مرة من نفسنا. المهم بقى اطعت البطاطس قلت اطعتها على اداية كده في السريع. عايز اقول لكم الجو الحر ده بيخلي الولاد ترجع من المدرسة تنام. بجد يعني انا ما بعرفش صحيهم. رغم ان هما مش متعودين ابدا على نوم الظهر. او نوم في نص اليوم مش متعودين خالص. بس الجو الحر ده ما عرفش اول ما دخل علينا فاجئة الولاد بيراوحوا يناموا بجد. مش عارفة في ايه بجد يعني بصحيهم تقريبا عن مغرب. غير ان هما اصلا من اول ما بدأ رمضان وهما خلاص يعني تقريبا كده نفسيا هما آآ متبرمجين على ان احنا خدنا الاجازة. مش عارفة ليه. رمضان بالذات عد علينا كأنه اجازة بالزبط. بالزبط. محدش كان بيعمل واجب. محدش كان بيذكر. كان بس مران بيروح الدروس ويرجع. زي ما هو كده خلاص. فالولاد كلها تقريبا نفس الشكوى الامات بتشتكيها ان هما بيحسوا نفسهم ان هما نجحوا. واتفوقوا كمان وما بيذكروش. قاعدين كده ما بيذكروش. فبعد بعد الرمضان كان المفروض بقى ان احنا هنرجع نستعيد تاني النشاط بتاعنا. عشان نستعيد للامتحانات. بصراحة الولاد تعبوا قوي يعني. انتحانات كتيرة جدا جدا. فصل الرابع والخامس ده ما خليهم مش عارفين ياخدوا نفس يعني ربنا يا رب يعينهم ويقدرهم على اللي جاي كمان. بصوا انا قلت اطلع هنا بصل ما كانش عندي بصل فريش. بقى اخر مرة لو تفكروا كنت فرماه معكم كله. فطلعت كيس البصل ده اللي انه كنت شايلاف آآ مع التوم. بصوا انا بعمل ايه? هو متجمد كده بكسره جوه الكيس. وبطلعه اخد منه القطع اللي انا عايزها. يعني بكسره كله كله. وسيبه بقى متكسر جوه الكيس كده اخد منه وقت ما كنا عايزة. اخد قطعة قطعة اكبر قطعة ونص على حسب. فانا دلوقتي اخدت قطعة كده للبنيه. وبقى في الكيس زي ما هو بشيله في الفريزر متكسر بقى باخد منه زي ما انا عايزة. فححط بقى بصل مفروم على نص كيلو البنيه ده وهحط عليه بقى بهارات عادية جدا وشوية لبن. فبيطلع معي حلو جدا جدا. المهم يعني حطيت له ملح وحطيته فلفل اسمر. وبحب بحط له روزماري مطحون. انا ببقى جايبة من عند العطار صحيح بس بيبقى طويل كده وبيدايق في الاكل بصراحة فبط ديل وطحنة كده في المطحنة بيبقى ناعم زي البودرة كده. وبحط له خلي كمان وبحط له شطة بس الشطة بصراحة انا سايبها على جنب ليه? هعمل كمية كده سبايسي لوحدها عشان الولاد ما بيحبوش الحاجة الحميل. المهم حطيت شوية لبن كمان بس تدبيلة بسيطة جدا. بقلبهم بقى كويس وبس كده بحط لهم بقى معلقتين دقيقة على على البنيه نفسه. وبعمل الخطوات بتاعت البقصمات. البتنجان بقى قليته. حطيت هنا الزيت على النار. وحابدأ قليه وخلص الكمية كلها. وعايز اقول لكم انا جربت البتنجان الحلقات ده في القلاية قبل كده عادي. هو بيتقلى يعني بيتلع مقليه. بس مش مش بالمعنى بتاع المقلي اللي بجد. لان الحلقات بتبقى طخينة شوية محتاجة تطول في القلاية. وفي نفس الوقت بتحسوه اه اخد طبقا مقرمشة جامدة من بره ومن فوق وتحت ومن جوة طري. فانا انا بحب البتنجان مش كده خالص. انا بحب البتنجان لما يتقلى يبقى طالع كده كله طري. واخد لون تحميرة حلوة مش ناشف مش مقرمش. يعني انا مش هدفي ان البتنجان يطلع كريزبي. اه فاهمين ازاي في القلاية بتديه النفتيجة دي. فانا عشان كده بحب البتنجان اللي في القلاية يبقى متقطع مكعبات زي ما قلت لكم. لكن متقطع حلقات ده بصراحة حبيت ان انا قلي. كان طعم وطح فبقى كان وحشني جدا. انا تقريبا ما عملتهش من يوم ما جبت القلاية. البتنجان المقلي لحلقات ده. المهم بحطي الدقيق زي ما انت لكم علاقتين تلاتة كده على البنية نفسه. التدبيلة تمسك فيه. ويبقى يعني ماسك نفسه. بدل ما اعمل خطوة دقيق والبيض والبقصمات والكلام ده انا باختصرها في الخطوطين اللي انتو شفتوهم دول. ما بحطش بيت خالص بقى هو اللبن والدقيق على التدبيلة بتاعت الفراخ. والبقصمات عندي متبل او متبهر يعني بجدار وبنزل بقى البنية وكتعة وكتعة وكده على البقصمات وخلاص. طبعا الكيس مش قدر اقول لكم يعني بينجز جدا وبيسهل معايا قوي الموضوع ده. وورا بعد وورا بعد كده بكون خلصت. طبعا بتنجان بيخلاص احط البطاطس اقوم بعدها البني. وخلاص الاكل الحمد لله كان جهز في ساعة للربع كده ولا حاجة كنت خلصت. انا مش حامل اي حاجة جنبه لا رز ولا اي حاجة هو عيش. وكفاية اصلا البطيخ. البطيخ ده بيخليكي تكل اي حاجة جنبه وانت مبسوطة. يعني اي اكلة مش حلوة قوية. وكلتي جنبها البطيخ والله بس اعلم بتبقى غدوة اتوحفة. والواحد في الصيف يعني والحر وكده ما بيبقاش بيحتاجه اكتر من كده. رغم ان الحر لسه في اسكندريزي مقلت لكم عندنا ما كان شيء قوي بس النهاردة بالزيت الجو كان حر. اليوم اللي انا الاربع اللي انا بقول لكم عليه ده. البيت انجان هنا اخد لهم معي بزيادة باني قعدت عمل في البني وسهيت عنه بس يعني تمام مش مشكلة. هو بيرجع يطرة تاني عادي. هنزل الكمية كلها وارجع عامل البطاطس بعدها. والبطاطس نفس الكلام على فكرة عملتها برضو في الالية ما عملتاش قصدي في الالية الهوائية قالتها. بما اني بقى مشغلة الزيت. وعايز اقول لكم برضو على حاجة يعني هو اه طبعا الزيت مش صحي في الالية بس اه لو يعني كل فترة والتانية ها لو قدرتي تقلي مسلا او نفسك يعني تقلي لو مرة كل شهر مرتين كل شهر مش هيبقى مضر يعني. هو الفكرة في الالية المضر لو هو عادة عادة احنا بنعملها طول حياتنا. احنا طبعا طول عمرها بنقلي يعني زمان وامهاتنا وكده كانوا طول عمرهم بيقلوا ما يعرفوش حاجة غير كده. فالامراض بتزيد يعني ربنا عافينا وبتتطور فالواحد على قد ما يقدر بيحاول يعمل اكل صحي في البيت ويبعد عن الاكل الجاهز حتى لو جيبنا اكل الجاهز بيبقى مرة في الشهر مرتين في الشهر لو كلنا يعني تكوي او كلنا في مطعم كلنا عند ماك الكلام ده. عملت هنا بتاعت البتنجان حطيته مفروم حطيت عليه خل وملح وشطة ملح وبابريكا وكمون وشطة على فكرة لان الولاد عندي ما بيكرش بتنجان خالص للاسف. باي طريقا كانت مش بيحبوه ابدا. عشان كده انا عمل لها البني النهاردة جانبه. عايز اقول لكم ان انا نزلت جبته مروان من الامتحان وانا بسجل لكم بقى دلوقتي. آآ مشان اللي نزلت جبته امامة صاحبه جابتهم اللي اتنين معها بالمرة. ومروان طلع. للأسف الدين جاي صعب قوي يعني. الدين جاي صعب. فالحمد لله على كل حق. العربي كويس. قال لي كويس. يعني هو تقريبا كل الولاد. امهات كتبت على الجروب يعني العربي كويس. ومروان قال لي نفس الكلام. الدين هو للأسف صعب. ما معرفش ليه الدين كل ترم لازم يجي لنا صعب. الحمد لله على كل حال ربنا يا ربي بس يعدي الايام اللي جاية على خير كده ويجعل الامتحانات كده يسيرة وسهلة. والولاد طالما بتعمل اللي عليها. الواحد يقولي الحمد لله. انا ما بحاولش يعني اتقل علي ولا. ولا بقى يعني اضغطه. الواحد بيبقى طبعا نفسه ويفرح بولاده وقدر ما قد ما يقدر بس يعني ايه? الضغط على الاطفال بالذات والاسف يعني بيولد حاجات سيئة جدا. الناس كتير كانت بتسألني الفيديوهات اللي فاتت نظامك ايه في المذاكرة بتنظامي الوقت زي بصه انا ليلة الامتحان اللي احنا فيها دي الاسبوع اللي احنا فيه. مش بنظم الوقت في المذاكرة لان المذاكرة بتقتصر على حل نمازج الامتحانات. صعب جدا ان انا امسك المنهج بنقول له الاخره في ليلة امتحان. انا كده تقريبا المحصلة مش هتبقى غير تلاتين في المية. على قد دلوقت بتاع ليلة الامتحان. فصعب جدا جدا اقول لكم او احنا بنمسك المنهج بنفسص. لا طبعا ليلة الامتحان ما فيش كده. لازم تجيبي من الاخر. ايه هو الاخر? انك تحلي نمازج البنك الاسئلة اللي الوزارة بتبقى حطوه. اللي بيبقى مختصر في كتاب التميز. المتميز? المتميز. بس هو ده اللي انا بعمله بصراحة ما فيش وقت ولا مجال ان انا نمسك منهج كامل متكامل في ليلة اه في نص يوم. ده نص يوم. غير ان طبعا الاطفال احيانا ما بتزهر. طب حينزي ما ده ستان يوم ازاي مش مركز وهو صهران. والام ضغط عليه ومسكله المنهج من اوله. ربنا يعيني كل الامهات يا رب على وقتها وعلى اولادها وينجح ولادنا جميعا. ايا كان اسلوبك ايه في في اتباع ليلة الامتحان او المذاكرة. بس اهم حاجة ان احنا ندعي لولادنا من قلبهم كده. بتأسير الحال. وبصراح الحال يا رب العالمين كده ويفتح عليهم يا رب فتوح العارفين ويجعلهم من الصلاحين اهم حاجة. وما يضيع ليهم تعب ابدا ابدا ابدا. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه لو بشيء بسيط خالص. تنسونيش بقى من صالح دعائكم. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو سبسكرايب للقناة. او اول مرة يفوني مع السلامة حبايب قلبي.